شن طيران التحالف العربي 31 غارة جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهات محافظة مأرب مصادر عسكرية فادت أن 19 غارة جوية استهدفت جبهات مدرية صروح غربي المحافظة بينما شن طيران التحالف 7 غارات على مواقع الميليشيات في جبهة مدغل و5 غارات على مواقع الميليشيات في مدرية مكزر في الشمال الغربي من المحافظة وأوضحت المصادر أن طيران التحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تعزيزات مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة من ضمنها تدمير مخزن أسلحة ودبابة وعيار 23 و3 أطقوم ومصرع جميع من كانوا على متنها